السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتعلم طريقة إضافة الشعار لقناتنا على مقاطع الفيديو وإضافة مقطع أو دعاية لمقطع إلنا على القناة طبعا بالنسبة لهذا الموضوع رح نفتح أي فيديو ونشوف كيف هي الدعاية ونوضح الأمر بس بشكل سريع كمثال مثلا هذا الفيديو لو نلاحظ عنا الآن في عنا هنا شعار القناة على اليمين عندك في أعلى الفيديو وفينا لو تلاحظوا فينا كمان اللي هو اشترك في عنا هاي هنا اشترك في كمان شغلة ممكن تلاقي في الفيديو نفسه اللي هو إعلان لفيديو آخر ممكن يكون حسب الوضع للفيديو يعني ممكن يكون في آخر عشر ثواني يعني لو رجعنا هين قدمنا الفيديو رملنا تشغيل طبعا زي ما انتم لاحظين عنا هاي في عنا اللي هو الفيديو المقترح في أول عشر ثواني كيف رح نحط عنا هذا الفيديو وكيف رح نحط اللي هو اشتراك القناة زي ما حكينا طبعا رح تيجي عنا كمان اللي هي خانة سبسكرايب اللي هي اشتراك على القناة طبعا لو تلاحظوا عنا هاي في عنا اشتراك بنعمل اشتراك بدون اي مشاكل كيف رح نعمل هاي الخطوة لنا على القناة؟ تابعوا معنا بداية رح نفتح موقع اليوتيوب بعدك رح ننتقل الى لوحة التحكم ممكن نضغط على اسمنا هين بعدك نروح للوحة التحكم ويمكن نضغط برضو من هنا بعدك نروح للوحة التحكم او في الاصدار القديم ممكن تلاقي الاشارة هين عند هاي المنطقة وبتضغط عليها بعدك نضغط على لوحة التحكم بعدك بننتقل لا اعدادات القناة بعدك رح نضغط على برمجة الاعلانات المصاحبة للفيديو بعدك رح نضيف الان شعار القناة زي ما انتم ملاحظين عنا هاي نموذج اللي هي صورة نموذج بنضغط على اضافة علامة مائية ويفضل انها تكون بي ان جي طبعا بي ان جي يعني بدون خلفية بيضاء لو نروح على برنامج الفوتوشوب ونعمل على سفحة او لير جديد مثلا يكون عندنا حجم البكسل عندنا خمسمية العرض والارتفاع عندنا خمسمية خمسمية وعندنا ار جي بي الانوان ونخليها مثلا عندنا 72 الريزليوشن هاي الدقة ونضغط على اوكي احنا طبعا هاي كمثال مش اكتر من هيك بعدك منضيف ثواني رح نضيف عنا اي كلمة كمثال مثلا الشرح العربي ونعملها تصغير طبعا هذا اللي بيشتغل على برنامج الفوتوشوب بعدك منغير اللون اللي احنا حبينه ويفضل انها انشير الخلفية اللي عنا هي باكي كراوند ونحفظها كصورة بي ان جي عنا هاي في عنا بي ان جي ونحفظها عنا في اي مكان عنا على جهاز الكمبيوتر بعدك منرجع اللي هو عنا التحميل ونختار ملف اللي احنا عايزينه طبعا بالنسبة لي انا عندي شعار جاهز رح نضيف الشعار عنا اي عنا هيك الشعار ونضيفه نمال له بعدما نعمل اضافة للشعار ونضغط على طبعا عنا زي ما انتم لاحظين عنا في عنا اه اسفل المتصفح عنا جاري تحميل عنا هي 35% 38% 42% طبعا في هذا الوقت بيرفع عنا في الصورة بعض اللحظات رح نشوف عنا على الموقع طبعا تم التحميل الان رح يحدث عنا الصفحة وهي عنا الملف او الصورة اللي رح تكون عنا على اه الفيديو نضغط على save بعد ايك بنحدد وقت عرض اللي هي الشعار ونحن نفضل انه نختار الفيديو بالكامل طبعا الامر برجع لك في النهاية ممكن تختار وقت مخصص او ممكن تختار في نهاية الفيديو مثلا يظهر الشعار لكن انا افضل انه نختار اللي هو الفيديو بالكامل ونضغط على بعدك بعد ما انتهي طبعا نحن نضغط على تحديث الان كيف بنا نعمل اللي هو طريقة تمييز فيديو او قائمة تشغيل عنا على اي فيديو رح نقوم برفعه او اي فيديو رح يقوم الزائر عنا بمشاهده رح نضغط عنا على تمييز فيديو او قائمة تشغيل بعدك ممكن احنا نختار عملية التحميل احداث طبعا اش يعني اش المقصود فيه اللي هو عملية التحميل الاحداث هو المقصود فيها يعني احنا اش ما نرفع فيديو رح يجي رح يكون على كل الفيديوهات السابقة يعني اخر تحميل احنا قمنا بتحميله رح يجي عنا اعلان هيك في الفيديو بتاعنا ممكن نختار برضو فيديو احنا من قائمتنا او قائمة او نختار قائمة تشغيل طبعا انا ممكن نروح على قائمة تشغيل ونختار مثلا انا ممكن اختار مثلا نختار شروحات ومشاكل يوتيوب ورح نضغط على حفظ بعد ايك رح يقول لك الوقت اللي انت حابب يظهر فيه هذا الاعلان زي ما انتم لحدين عنا هاتك هذا المثال ممكن انا اختار فيه وقت مخصص ونحكي انه يعني بداية الفيديو الوقت البداية خليه سفر سفر والمدة خمسة عشر ثانية ممكن نعمل رسالة يعني نكتب عليها كتعليق ممكن حل حلول يوتيوب احنا نشوف الان كيف يظهر معنا ونضغط على تحديث تمام هيك احنا انتهينا من برمجة الاعلانات المصاحبة للفيديو ممكن احنا نشوف عنا فيديو نشوف كيف النظام عنا صار زي ما انتو ملاحظين عنا هاي عنا شرحات ومشاكل يوتيوب عنا ظهرت بمكانا نضغط عليها ورح تفتح عنا قائمة التشغيل وعنا على اليمين عنا اللي هو شعار القناة زي ما انتو ملاحظين احنا بهيك بكونوا وصلنا لنهاية شرحنا شكرا متابعتكم وانتظرونا في شرحات قادمة